السلام عليكم معكم طلال نقار بتاعي معكم بسلسلة السوائل في ود مانجمت احنا وصلنا عم نحكي بموضوع الإديمة هذا هو الجزء الرابع من المخادرة في الأجزاء الماضية ركزت على فكرة أنه دائما الفيلتريشن أو الرشح الشعري يحدث باتجاه واحد من الأوعية باتجاه القلال باتجاه الأوعية اللنفوية ولا يحدث ري أبزوبشن إلا استثناء لكن بعض الأنسجة حقيقة لا بيكون فيه ري أبزوبشن ومستمر سوستين ري أبزوبشن مو بس نصف ساعة مثلما أنا بحالة هايبوليميا شو هي هي الأنسجة؟ في عندي الكلية وفي عندي الأمعاء بالأمعاء مثل ما بتعرفوا السوائل أو الأكل اللي بيوصل للمعة الأمعاء يتم امتصاصه للنسيج الخلاي ثم إلى الأوعية الدموية بشكل مستمر طوالما فيه أكل ففيه عودة امتصاص أو فيه امتصاص لهذا السائل والبروتينات والسوديوم والبوتاسوم وكل المنحلات نفس الكلام بالنسبة للبرتوبير الكابيلاري بالنسبة للكلية نحن الرشح تصار بهذه المنطقة السائل أو الرشح السائل الراجح عم يمره عبر الأنابيب الكلوية هون عم يتم امتصاصه يتم امتصاص 99 من النيه من هذا السائل الراجح هذا السائل يعاد امتصاصه باتجاه واحد من لمعة الأنابيب الكلوية للانترستيشوم للكابيلاريز فشو هي الآلية أو كيف نحن هذا الشيء بخالف القاعدة اللي حكيناها أنه دائما في عندي أنا فقط اللنفويات اللي بتنزح السوائل من انترستيشوم حقيقة لو فكرته فيها شوي هدول المسيجين بالذات بيختلفوا عن الأنسجة العادية بشيء بشيء بسيط أنه أصلا أنا ما في عندي أنا السائل اللي عم يوصل للانترستيشوم هون ما هو سببه ما هو راشح من الأوعي ما هو كابيلاري فلتريت يعني أنا هون بالنسبة للأمعاء هذه الكابيلاريز ما بترجح باتجاه الانترستيشوم لا الرشح هم يكون من الطرف الثاني لأنه هون التركيز أعلى وباتجاه الدوران فلو كان الرشح هم يصير من الكابيلاري مثل ما بالأنسجة المحيطية ربما القاعدة تنطبئ أنه ما بيصير فيه سستاندري أبزوربشن فقط بحالة الهيبوفوليميا بس هون أن هاي الدارة تغيرت دارة مفتوحة بسموها ما عادت مثل ما قبل هي رشح وإعادة امتصاص لا هون أنا إعادة امتصاص من اللمعة المعوية أصلا نفس النظرية تماما فينك تقولها بالنسبة للكابيلاري للكابيلاري أن هذا السائل يعني يعاد امتصاصه من الانترستيشوم ما جاي أصلا من الرشح عن طريق الأنابيب عن طريق الكابيلاري زيهي أبدا الاتجاه السائل عم يكون من اللمعة الأمعاء من اللمعة عفوان الأنابيب الكلوية باتجاه الانترستيشوم باتجاه الكابيلاري وبالتالي اختلف الوضع تماما عن هذه الدارة المغلقة اللي نشوفها بالأنسجة المحيطية اللي بيكون فيه عندي أنا رشح من الأوعية باتجاه الكابيلاري ثم عودة مباشرة لو فكرتم فيها شوي هون حتى بالنسبة لمستوى على مستوى الكلية الرشح عم يكون بهذا المكان عم يكون فيه رشح باتجاه واحد الدارة عم تتسكر بهذا المكان اللي بيكون فيه عندي أبزوربشن باتجاه واحد ف99 من السائل اللي عم يرشح هون عم يمرؤ لهون عن طريق الأنابيب وعم يعاد امتصاصه عبر الأنابيب وبالتالي ربما هذا هو بيسكر الدارة فيه رشح بمكان وفيه عود امتصاص بمكان تاني وليس بنفس المكان ربما هذا شيء يغير شوي يعني انه بفسر ليش نحن نقول انه ري أبزورفن هات سوستين بهي الأنسجة هذا الكلام هو ربما شرحت الحكياته ما بدي يتوقف كتير عليه ربما توقفوا الفيديو وتقرأوه النمرة تاني انه هون السائل اللي عم يوصل للإنترستيشيوم هو مستقل عن الرشح اللي عم يتم عبر الكابيلاري لانه أصلا هون السائل عم يجي بمكان تاني فهذا شيء عم يفتح الدارة وما عارفين عندي العلاقة بين الرشح والأبزوربش ولو بالتالي الأبزوربش عم يكون باتجاه واحد مثل ما حكينا فيه الأمثلة هو المثالين الأهم ربما حبيت احكيوهن البريتوبولار كابيلاري بالكيدني الانترستيشيوم ميكوزا إضافة للليمف نوتس لانه مثل ما قالنا الليمف نوتس نصف السائل الليمف هاوي الليمف نوتس يتم إعادة امتصاصه باتجاه الدوران الليمف نوتس هون نفس الشيء هذا السائل اللي وصل للليمف نوتس ما يجى عن طريق الكابيلاري تبعها ما يجى من الدوران للليمف نوتس لا وصلني عن طريق الأوعية اللمفاوية اللي وصلها السائل من أنسجة تانية من الانترستيشوم وتجمع فيها فربما نفس المبدأ ما حطيته بشكل صور بس نفس المبدأ عم يصيرهن إنه هاي الدارة مفتوحة ما هي دارة مغلقة ما بدي يحاول عيد مرة تانية نفس الكلام ربما نفس الكلام هلأ هون في فكرة أنه مثلا بالنسبة للأمعاء البروتينات بتتجمع بالانترستيشوم واللي تمنع عودة الامتصاص لما تتجمع فيها هون عم يتم غسلة وواش اوت بسبب أنه في الانترستيشوم فعال عم يسحب كل البروتينات لأنه لو جمعت البروتينات بالانترستيشوم ما برد في عندي قوة بتسمح بأنه عودة الامتصاص فهذا الميكانيزم اللي بتخلي الانترستيشوم بالنسبة للانترستيشوم الكلوي ما فيه أصلا لنفويات وما فيه بروتينات لأنه السائل اللي رشح عبر الأنابيب هو أصلا محتوى من البروتين أليم تذكروا أن البروتينات عبر الكبة الكلوية الألبومين ما بيرشح وبالتالي هو أصلا سائل فقير المحتوى البروتيني فهي نقطة مهمة جدا جدا بهذا الموضوع هلأ هون بقع مثلا عم تشرح مرة تاني ربهم أفكار بتعرفوها أنه مثلا بالنسبة للكبة الفرق بين الأفرنت والإفرنت تبع الكبة الكلوية يخلي الرشح يستمر باتجاه واحد أنه الضغط يكون عالي لصالح الرشح الأنكوتيك بريشر للبلازما اللي بتغادر الكلامز اللي هي الكوبابات الكلوية أو الكوباب الكلوية بيكون أعلى من الدوران ليش؟ لأنه نحن سحبنا منه كمية كبيرة من السوائل والبروتينات تمت داخل الأوعية وبالتالي صار تركيز البروتينات أعلى وبالتالي صار في عندي هذا السائل اللي عم يغادر الكوباب الكلوية الأنكوتيك بريشر طبعه أعلى وهذا الشيء بساهم بسحب السوائل بالبروتوبولار كابيلريس هاي فكرة تماما حلوة أظن هاي الصور ربما صارت لأ يعني بدأ نحطها بشان فقط توضيح الفكرة أنه نحن هون الرشح عم يكون بشكل مستمر من الانترسيشن بتجاه خارج الأوعية بتجاه الانترسيشن وبعدين على الأوعية على المسافة حول بومن مسافة بومن بعدين على الأوعية على العفوانة للنابيب الكلوية بينما بمستوى البريكابيلاري اللي هي البريكابيلاري بالشبكة الشارية حول الأنابيب هون بيكون في عندي امتصاص بشكل مستمر باتجاه واحد باتجاه الدورة هذه الصور من داخل الأوعية الشاريات الكوبة بالكلوية ما حوائف فيها كتير لاحظوا أنه فيه فنستريشن فيه ثقوب وهذا شي بيساهم بأنه أنا هون الرشح بهاي الأماكن مو مثل الرشح اللي بيصير عبر الأنسجة العادية بالأنسجة العادية الرشح ممكن نسوي 5 أميل بالساعة هون الرشح هم يكون 5 أميل بالدقيقة هون الرشح هم يكون 120 أميل بالدقيقة يعني حوالي 180 لتر باليوم لأنه في عندي ثقوب كبيرة فإغلاق الدارة بهي الكوبة الكلوية أعفوا بالكلية أنه الرشح بيكون باتجاه واحد وإعادة امتصاص باتجاه واحد بهي المنطقة هادي السائل الرشح هم يمر على بمعة الأنابيب الكلوية وعبر البطانة عبر الخلايا بطانة الأنابيب عم يتم إعادة امتصاص السائل باتجاه الخلال وباتجاه الدم باتجاه وحيد فإغلاق الدارة بالنسبة للكلية عم يكون أنه رشح من هون وإعادة امتصاص من هون لاحظة أن الكابيلا ريبريشر بالنسبة للقوبة الكلوية بسبب أنه هون باندي فرق بين الأفرنت والأفرنت يوصل إلى 45 مليمتر ملكوري بالنسبة للكلية للشاريات الكلوية وهذا الشيء يحفظ على رشق كبيا عالي بينما مثلا البريوتيبولر كابيلا ريبريشر اللي هو الشاريات حول الأنابيب والضغط فيها لا يجاوز 7 إلى 8 يكون منخفض الضغط سبيل وهذا يساهم بعادة الامتصاص بالنسبة للأمعاء كما حكينا من الانترستيشن لومن باتجاه الإبيثيليوم باتجاه الانترستيشن إضاء من الانترستيني عفوا اللومعة المعاوية باتجاه الخلايا البطانة بعدين على الانترستيشن وبعدين على الحجم أو الحيث داخل الأوعية انتصاص باتجاه وحيد بذكركم من نسبة للأمعاء هذه الزغابة المعاوية بيسموها الفيلي أو الفيلا فيها ثلاثة أوعية في عندي شريان ووريد أو شرين ووريد وفي عندي وعاء مركزي بيسموه اللاكتير اللي هو الوعاء اللمفاوي اللي هذا بينزح الشحوم والبروتينات اللي بتتجمع بهذا الوعاء بتتجمع كلها بتروح العقد اللمفاوي بعدين للصهريج الكيلوسي اللي هذا بيجمع كل السائل النازح من اللمف اللي هو اللمف المعوي إضافة اللمف اللي جاي من الليفر كمان الليفر كمان أو الكبد بيشكل كمية كبيرة من اللمف وهو حقيقة في صلايد حيش له هذا الكلام بيتجمع هذا اللمف جاي من الليفر من الأمعاء بصهريج الكيلوسي بيسموه هون بيروح للثراسيك داكت أو للقناة الصدرية وبيصب بالدور عنها بالنسبة لامتصاص الشحوم مثل ما إنا امتصاص الشحوم الفاتي أسيد بيبدأ فاتي أسيد بتوصل الكيلو مايكرونز بسلسلة أو بمرحلة مراحل متسلسلة حتى اللي بهمني فيها هون النقطة أنه هي بتتجمع أو يعاد امتصاصها إلى اللمفويات إلى البيعاء اللمفوي مو إلى الدوران مباشرة هذا الشيء أظنكم تعرفون فمرة تانية الشحوم وحتى البروتينات بتتجمع هون بلاكتيل وبتروح للعقاد اللمفاوية بعدين للثراسيك وبعدين للبلاد بالنسبة للكبد الميزة تبع الكبد اللي حبيت اذكرها هون أنه مرت فيه له تشريح مميز ربما ما هي موضوع مقادرة احكا عن تشريح الكبد والهيباتيك فين وعند البورتال فين أنه هدول يعني له تشريح مميز اللي بيهمني أنه الكابيلاريز تبع الليبر هي مثل ما أنه هي سينوسويدل وهي بتسمح بالتالي بنفوذية عالية للبروتينات فالبروتينات بتمروا بشكل كبير بين من وإلى الكبد بدون أي مشاكل تذكر فالتالي تركيز البروتينات بيكون على طرفي الوعاء هون متساوي بالنسبة لداخل الأورياء أو على الانترستيشيوم التأثير هون أنه الهايدروليك بريشور اللي هو الهايدروليك بريشور بالنسبة لداخل السينوسويدل بيكون أعلى شوي بيكون بوزيتف شوي والتالي الرشح بيحدث بشكل مستمر بدون ما يعكسه أي شيء هاي كتذكير ببنية الكبد مرة تانية معني مهتم أحكي تفاصيل ما بتهم محاضرتي بس كتذكير لألكم الكبد تقريبا بيشكل أو بيأنتج حوالي 30 لخمسين مئة من السوراتيك داكت فلو وبالتالي بيأنتج كمية كبيرة من اللمف مرة تانية هي أو سينوسويدل وبالتالي اللمف الناتج عن الكبد بيكون محتوى عالي من البروتينات بالنسبة لوزمة الريئة أو النسيج الريئوي في الو ميزة أنه نفس الشي في عندي أنا تركيز الالبومين بين الانترافاسكولة والانترستيشم تبع الريئة ما في فرق كبير نفوذ للالبومين وبالتالي لونكوتك بريشر على طرفين البيعاء ما هو فرق كبير لما بيصرف عندي نقص الالبومين بالدوران نقص الالبومين الشديد ما بيسبب وزمة الريئة لهذه الظاهرة لأنه كلما نزل الالبومين بالدوران بترافق معه بهوط الالبومين بالانترستيشم وبالتالي ما بيكون في عندي سبب يخلي السواعير تدخله جوا متى يحدث وزمة الريئة بهدول المرضى الهايبوالبومينية لما بتعطيهم سوائل بشكل سريع ربما تعملون تمديد الالبومين وبالتالي السوائل ممكن تدخل لداخل الخلال الريئوي بعدين لداخل الاسناخ بتعمل وزمة خلالية بالبداية بعدين بتعمل وزمة سنخية فهذا شيء خطر اللي بيصيب بهدول المرضى اللي بتعطيهم سوائل بشكل سريع أتمنى أنهم مستمتعين أنا محاول أضيق النقاط ربما تغيب عنكن هي بتساهم بفهم الوذمات وبالتعامل مع السوائل لاحقا لما منعطي سوائل شيء هو التأثيرات المختلفة للسوائل على الجسم بتابع معكم لست في جزئين تانيات إن شاء الله مستمرين السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر